قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا قلت في اللقاء الماضي إن الشيطان هو عدو الإنسان الأول كما قال ربنا جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدع حزبه ليكون من أصحاب السعير وذكرت بحديث سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها قعد له بطريق الإسلام فقال له تسلم وتذر دينك ودين آبائك فعصاه فأسلم فقعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتذر أرضك وسماءك فإن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فوجهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويخسم المال فعصاه فجاهد قال صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فمات أي مات على ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة فالناس قسمان أولياء للرحمن وأولياء للشيطان أولياء الرحمن وحزبه وخاصته من الموحدين والمؤمنين والمتبعين لسيد النبيين وإمام المرسلين وأولياء الشيطان وحزبه وخاصته ونصيبه ومفروضه ممن أضلهم عن الحق والهدى وأوقعهم في الشرك والمعاصي والبدع والآثام كما توعد الشيطان الرجيم المطرود من رحمة رب العالمين بقوله ولا أضلنهم ولم يكتفي بإضلال من يطيعه ويتبعه من أوليائه بل جمع لهم مع الإضلال أن أشغلهم وزين لهم الأمانية الباطلة والأماني جمع أمنية كما قال الراغب وهي الصورة الحاصلة في النفس من تمني الشيء ومحبة أن يكون للإنسان حتى وإن لم يتخذ الأسباب العملية لتعصيله فالشيطان يزين لأوليائه الاستعجال باللذات التعلق بالدنيا مع التسويف بالتوبة والعمل الصالح بل ويمنيهم بأنهم يحيون في هذه الدنيا التي لا بعث بعدها لا بعث بعد الموت ولا جنة ولا نار ولكن إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين وأوهم الشيطان وأوليائه المتبعين لو بأنهم سنالون حظهم من الآخرة حتى مع كل ذلك ولا أمنينهم أي ركوب الأهواء الداعية إلى الكفر والباطل والضلال والبدع والعصيان والعوى ويمنيهم بطول الأمل وطول البقاء في نعيم هذه الدنيا الزائل إلى حد الرضا به مع الغفلة التامة عن الآخرة مع صرفهم عن لقاء ربنا جل وعلا ومع كل ذلك يحاول الشيطان المريد الملعون المطرود من رحمة الله بعد كل ذلك أن يغير الفطرة التي فطر الناس عليها وخلقوا عليها يغير الفطرة صورة وروحا كما توعدهم بقوله ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله والبتك فلا يبتكن البتك هو القطع والتبتيك هنا بإجماع المفسرين تقريبا هو قطع آذان البحيرة ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام إلى آخر الآية العظيمة أجمع المفسرون على أن التبتيك هنا هو قطع آذان البحيرة والبحيرة هي الناقة التي تلد خمسة أبطن فإن كان الخامس أنثى شقوا أذن الناقة وحرموها على النساء وقال آخرون بل إنهم كانوا يقطعون أذان الأنعام ويعتبرون ذلك نسكا ويعتبرونه قربة وعبادة لله جل وعلا ولآمرنهم فليغيرون خلق الله أن يغيرون دين الله سبحانه وتعالى كما قال ابن عباس وغيره فالله جل جلاله فطر عباده على الفطرة المستقيمة وهي ملة التوحيد ملة الإسلام كما قال جل جلاله فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقد بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك المعنى القرآني الجميل ببيان نبوي أصيل كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكون أنتم تجدعونها ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه رو الحديث قول ربنا جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها إلى آخر الآية وفي الحديث نرى أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمرين معاً بين تغيير الفطرة بالتهويد والتنصير وبين تغيير الخلقة بالجدع والتبتيك ثم حذر الحق سبحانه من اتخاذ الشيطان ولياً من دون الله فقال عز شأنه وعظم سلطانه ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسرناً مبيناً الآية رقم 119 أي من يتخذ الشيطان ولياً يوليه ويتبع وسوسته وخطواته بعد أن علم حاله في التمرد على الله وبعد أن عرف فاقيناً أنه قد طرد من رحمة الله ومن فضل الله وبعد أن علم الإنسان وأن الشيطان قد أعلن عداوته له منذ اللحظة الأولى توعد بإغواء الناس توعد بأنه سيزين الشر والباطل والضلال للناس ثم عمل جاهداً على انتكاس الفطرة بعد كل هذا وبعد أن أخبرنا الحق جل وعلا بعداوته لنا منذ اللحظة الأولى من يوليه من يولي الشيطان من يتخذ الشيطان ولياً من دون الرحمن فقد خسر خسراناً مبيناً خسر خسراناً واضحاً ظاهراً بيناً في دنياه وأخراه في معاشه ومعاده ففي الدنيا سيعيش من يوالي الشيطان أسير شهواته ساقطاً في شباك شبهاته غارقاً في بحور أوهامه وخرافاته يتخبط في حياته على غير هدى وعلى غير نور وعلى غير بصيرة بل يحرم من نور الإيمان والهداية ويصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنارس الظلام أما في الآخرة فمصيره عياذاً بالله إلى عذاب السعير في جهنم وبئس المصير لذا قال الملك القدير إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فلنكن جميعاً علماء ومتعلمين وعباداً ومتنسكين وعاديين فلنكن جميعاً على حذر من موالاة الشيطان فقصده وغايته الكبرى أن يوقع الإنسان في الكفر والضلال في الدنيا ليكون من أصحاب جهنم والسعير في الآخرة ثم يعلن الشيطان براءته بعد ذلك من كل من ولاه من دون الله يعلن الشيطان براءته من كل من تبعه وسار على خطواته كما قال جل وعلا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال أي الشيطان قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عقبتهما أنهما في النار خالدين فيها الشيطان وأتباعه وأولياؤه